اشهد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والدعم المتواصل من صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمره من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليثة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ما مكن فريق الحرس الملكي من تحقيق الإنجاز المشرف لمملكة البحرين بوصوله إلى أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إذرست جاء ذلك خلال اللقاء الطلابية الذي نظمته الوزارة باستخدام تقنية الاتصال المرئي مع فريق الحرس الملكي برئاسة الرائد الشيخ محمد بن حمد آل خليثة وحضره عدد من المسؤولين والمختصين وأكثر من ثلاثمائة من طلبة البرنامج الصيفي ومركز رعاية الطلبة الموهبين وقد أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على إطلاع الأبناء الطلبة على ما يحققه بلدهم البحرين من إنجازات مميزة وتعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بتلك الإنجازات لتكون حافزاً لهم على أن يسيروا سيرة هؤلاء الأبطال الذين بلغوا أعلى قمة في العالم وتحد الصعاب وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء الأندية الصيفية بهدف استيعاب الطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية بتوفير البرامج والفعاليات والورش والأنشطة بإشراف من الأساتذة المختصين مؤكداً نجاح هذه التجربة التي استمرت على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة حيث تم تنظيم عدد من البرامج والفعاليات عن بعد وقد تم خلال لقاء تاحة الفرصة للطلبة لطرح أسئلتهم على أعضاء الفريق حول تجربتهم في تسلق قمة جبل إذرست انطلاقاً من توجهات الكريمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البياد مفدى حفظه الله وكذلك اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بأهمية تعزيز روح الانتمام والقيم الوطنية لدى أبناءنا الطلبة وكذلك ايضاً الاهتمام بكافة البرامج التي لها دور كبير بتحفيز الطلبة ورعايتهم وأعطاهم النموذج الأمثل للمواطن البحريني كان هذا اللقاء الذي يعتبر إنجاز من ضمن عهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الذي ولله الحمد للإنجازات في كل موقع وفي كل مجال اليوم بفضل اهتمام ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم تنسيق هذا اللقاء مع أبطال مملكة البحرين حتى يعطوا تجاربهم وأيضاً الخبرة التي اكتسبوها لذلك تم تجميع العديد من الطلاب سواء مركز رعاية الموقوبين أو الأندية الصيفية أو غيرها للتقاء بهذا النموذج البحريني المشرف في الواقع أن الأنشطة في وزارة التربية والتعليم بكافة أنواعها تهدف بشكل أساسي إلى إطلاع ابناءنا الطلبة على المستجدات وتنمية قدراتهم ومعاهبهم واليوم هذا نموذجاً مشرف نتمنى أن يستفيد منه جميع ابناءنا الطلبة والطالبات والله ولي التوفير في البداية أحبت أشكر سعادة الوزير التربية والتعليم على استطافاتنا في الوزارة يعني هذا شيء يبين أن الناس في البحرين كلها مهتمة في ذي الموضوع إنجاز تاريخي للبحرين وصول فريق بحرين أفرست أعلى قمة في العالم نرفع عالم مملكة البحرين وإن شاء الله بيكون في لقاء مع طلبة تقريباً 500 شخص أو أكثر في المستخدم